موسيقى 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 ما بين الإزعاجات في رمضان قلت النوم وهي مشكل كبير حيث الناس في اللولبون تكونوا إزعاجات وحد آخرين حيث تكون الدات تتنظف تكون يومين تلتيام شوية تنحسوا برأسنا بالضوخة بحريق الرأس ما هذاك عادي ومن بعد تنولفو ولكن من بعد الناس تقلوا النوم تتنظفو نهار سمانة اللولة شوية سمانة ثانية وشو تسبب في ذيك إزعاجات التي تجيبوه قلة النوم؟ الواحد تتقلق الواحد تتعيى الواحد تكون تكون تعبان تعبان ولا بدا وبلما نقول لكم من الجهة الفيزيولوجية تسبب مشاكل بالكورتزول ليبتين غريلين تلك الأرمونات كلهم دينا تتخبقوا بسبب قلة النوم هاتش لاش؟ الفطور صحي وقليل وبدون وجبة العشاء الفطور والصحور مع الصلاة تتخلينا الوقت باش نعسوا بصفة كافية الواحد متى يأكل ديك الفطور ووجبتين في النهار والصحور بدون العشاء حيث العشاء مع الواحدة تصبح الواحدة ما يقدرش ينعس ويستفد من ديك النوم إلى نعس مع الجوجة تصبح الواحد خصوم بعد التراويح يدخل ويوجد الناس وينعس بكري قبل التناش ويفيق بصحور فيه الجوع ويأكل ويشرب ويشرب ويوجد الناس ما بين التناش وقبل التناش والصحور ستكون أحسن نوم حيث النوم ديك النهار أو النوم ديك النهار أو النوم ديك النوم ديك النوم قبل التناش نحاول أن نعسو بكري هاتش لاش وصفة العشاء يجب أن نساوها 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 باش الواحد يهضم يأكل بكري ويأكل ماكلة اللي غاي يهضمها بسرعة ويمشي الناس ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة